الرئيس السيسي يواجه باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة الصادرة المصرية تحقق أعلى رقم في تاريخها بأكثر من 45 مليار دولار العام الماضي ومدبولي يؤكد الدعم الكامل لتوطين التصنيع المحلي فرنسا تبدأ في رفع بعض القيود المفروضة لمواجهة كورونا السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيف جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كل جوانب الأداء وفقا لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدولة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور عمر طلاط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب إيهاب الفر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء أركان حرب إيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات وقد وجه السيد الرئيس باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وفقاً لأعلى موصفات الجودة والاستدامة بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدولة وعلى النحو الذي يليقه بتطور الحضاري الذي تشهده مصر ورؤيتها التنموية الشاملة مع التركيز في هذا الصدد على توفير تدريب تقني لازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادر وعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية وقد تم في هذا الإطار استعراض مستجدات الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم تتشينها على أحدث النظم التكنولوجية بهدف بناء مجتمع معلومتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية كما تم عرض سير العمل في عدد من المشروعات التكنولوجية القومية على مستوى الدولة التي تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب والباحثين والرواد الأعمال ليصبحوا عناصر فاعلة تسهم في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة خاصة مشروع إنشاء فروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات بجامعات المنصورة والمنوفية والمينيا وقنة وسهاج وأسوان وكذا مشروع إنشاء مجمع الإبداع التكنولوجي بالإسماعيلية إلى جانب مشروع إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في بنها والفيوم وبور سعيد أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ارتفاع إجمال الصادرات المصرية لتبلغ 45.2 مليار دولار خلال عام 2021 والذي يعد أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أشار مدبولي إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات المصرية جاء من نصيب الصادرات غير البترولية مشددا على دعم الدولة الكامل لتشجيع توطين تصنيع المحلية تنفيذا لتوجيهة رئيس السيسي الحقيقة يمكن النهاردة استعرضنا إجمالي الصادرات المصرية اللي حصلت في عام 2021 والحقيقة ده أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها كله ويمكن الحقيقة باستعراض الرسم البياني اللي قدام حضراتكم هنجد أن يعني كانت أعلى رقم وصلت له قبل كده الصادرات المصرية هو 36.7% وده كان في العام المالي 2010-2011 ولكن النهاردة إحنا الحمد لله بنتكلم على رقم 45.2% اللي هو إحنا بنعتبره النهاردة خطوة في إطار تحقيق توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن لازم الصادرات المصرية تتجاوز المئة مليار دولار في خلال الفترة المستقبلية القصيرة القادمة وإحنا نتحرك كحكومة على تشجيع كل القطاعات الصناعة والإنتاج اللي في الاقتصاد المصري عشان تحقق هذا الهدف المهم جدا الحقيقة لما شيء آخر جدير بالذكر إنه لما بنستعرض هيكل الصادرات بنجد وده اللي قدامنا برضو وده شيء مهم إن الجزء الأكبر من صادراتنا هذا العام بنسبة 71.5% هو للصادرات الغير بيترولية وليه بقول ده إنه شيء مهم لأن الصادرات غير بيترولية هي اللي بتشمل كل قطاعات الصناعة ودي كان برضو أحد توجيهات فخامة رئيس للحكومة المصرية بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة ويعني الحد من الواردات والاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية وخلال المؤتمر الصحفي أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر كانت من طليعة الدول التي اتخذت منهجا متوازنا في التعامل مع الجائحة من خلال استمرار عجلة الإنتاج والتنمية لتحقيق طفرة رغم انكماش اقتصاديات العالم وفي هذا الصدد أكد مدبولي أن الدولة استطاعت تنمية صدراتها في ظل الجائحة نرجع كده ونستوقف احنا عملنا كل الكلام ده في إطار ظروف استثنائية في إطار ظروف جائحة موجودة على مستوى العالم شفنا انكماش للاقتصاديات على العالم كله والنهاردة مش فقط انكماش في اقتصاديات ويمكن غلق للصناعات كثيرة على مستوى العالم احنا مصر كانت واخدة من البداية منهج آخر متوازن شجعنا القطاعات الصناعية والقطاعات التصدير علشان تحقق مش فقط انها تبقى ولكن كمان تحقق طفرة وتحصل تقدم هذا وقد اكد رئيس مجلس الوزراء ان مصر لديها استراتيجية لتنمية الصادرات لأفريقيا الامر الذي ساهم في دعم حركة الصادرات وتنميتها وفي هذا الاطار شدد مدبولي على ان الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات الى 100 مليار دولار خلال الفترة المستقبلية القصيرة القادمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي احنا بنعقد اجتماعات بصورة متواصلة مع مجالس التصدير الموجودة اللي بتمثل القطاع الخاص المصري اللي بيصدر لكل دول العالم عشان نشوف معاهم كل الحوافز اللي منشأناها انها تزيد من تواجد مصر في افريقيا وتشجيع التبادل التجاري ما بيننا وما بين دول افريقيا في اطار اتفاقية التجارة الحرة اللي وقعنا عليها مع كل دول افريقيا فالحقيقة هناك العديد من الاجراءات اللي الدولة المصرية النهاردة بتتحرك فيها بقوة لتحقيق فعلا ان شاء الله الحلم في اقرب وقت تعدي ان صادراتنا ان شاء الله تتجاوز المية مليار دولار وده يعني برضو بنعتبرها خطوة لان مصر الحقيقة بقوتها وبإمكانياتها تستحق ان الارقام دي تبقى اعلى من كده بكتير وان شاء الله احنا كدولة بنشتغل على هذا الموضوع مع كل المؤسسات الاخرى عشان نحقق هذا الحلم باذن الله من جانبها اكدت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع دعم الدولة لكل المنتجات واصحاب المصانع بهدف الارتقاء بمنظومة الانتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية واضفت وزيرة التجارة والصناع انه في ضوء زيادة معدلات الصدرات تستهدف الدولة معدلات نمو لا تقل عن 20% عما تم تحقيقه مشيرة الى ان الاشتراطات الجديدة للاستراد تستهدف جودة ما يقدم للمواطن المصري من منتجات احنا بتدينا نشتغل في ضوء زيادة معدلات الصدرات واحنا عايزين ان احنا نصل لمستهدفات بمعدل نمو متزايد وان احنا باذن الله ان شاء الله حطين خطة مع المجالس التصدرية هذا العام ان احنا نصل لمعدلات نمو ممكن لا تقل عن 20% عن ما تم تحقيقه ده شيء متحفز ولكن انا بنتمنى ان شاء الله ان احنا نصل لمعدلات تصدير عالية لكن على الجانب الاخر هناك مراجعة شاملة لمنظومة المواصفات القياسية لمنتجات خاصة المنتجات الواردة لنا وفي نفس الوقت ان احنا الالتزام بالمعايير الدولية والمواصفات القياسية سواء للوارد او للمصدر كل ده اولا بغرض ان احنا نضمن جودة المنتجات اللي بتخش عندنا في سوق المحلي وعلى الجانب الاخر ان احنا نساعد في فتح اصواق جديدة للمنتجات المصرية كان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاسبوعي برئاسة تمدبولي وشهد الاجتماع استعراض المؤشرات الايجابية التي حظي بها الاقتصاد المصري هذا الاسبوع وذلك من جانب عدد من المؤسسات الدولية في احدث تقاريرها ومنها تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الايتماني الذي يتحدث وبشكل ايجابي عن اداء الاقتصاد المصري ومرونته امام تقلبات الاسواق العالمية فضلا عن انضمام مصر رسميا الى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالاسواق الناشئة لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الاوسط وافريقيا منضمة لهذا المؤشر وخلال الاجتماع اكد مجلس الوزراء ان استمرار الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية حققت معدلات نمو حقيقي مرتفعة رغم التداعية السلبية لجائحة كورونا كما ان مواصلة الاصلاحات في السياسات المالية والنقدية يسهم في استدامة مؤشرات اداء الاقتصاد المصري الايجابي امام تلك التحديات الاقتصادية العالمية هذا وقد اشار رئيس الوزراء الى الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة اعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد وخلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء استعرض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران استعرض مقترح الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية عشرين اثنين وعشرين عشرين ستة وعشرين من جهته اشار رئيس مجلس الوزراء الى اهمية تبني استراتيجية وطنية للتوعية وثقافة المالية غير المصرفية لافتا الى ان المعرفة الاساسية في التمويل الشخصية اضحت مهارة اساسية يحتاجها الافراد الاستفادة من التطورات الناشئة في عالم المال وذلك بهدف زيادة قدرة المواطن على التخطيط للمستقبل وتحسين ادائه الاستثمارية واتخاذ قرارات مالية سليمة وتحقيق التوازن بين قدراته واحتياجته المالية هذا وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات ابرزها الموافق على تعديل قيمة المصرفات الادارية الخاصة باجراء تحليل الصفر للكشف عن فيروس كورونا وكذلك المسحة السريعة للمصريين والاجانب بحيث تصبح قيمة هذه المصرفات لتحليل البي سي آر ستمائة وخمسين جنيها للمصريين بدلا من تسعمائة جنيه في السابق وسبعمائة وخمسين جنيها للاجانب بدلا من الف ومائتي جنيه في السابق كما تصبح قيمة التحليل السريع مائة وخمسة وسبعين جنيها للمصريين بدلا من مائتين وخمسين جنيها في السابق ومائتين وخمسة وعشرين جنيها للاجانب بدلا من ثلاثمائة وعشرين جنيها في السابق من ناحية أخرى ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على أهمية تواجد مسؤول الوزارات المختلفة في الحي الحكومي والعمل بصورة تدريجية من هناك وذلك بهدف الاطمئنان على تشغيل التجريبي للمقار الحكومية بالعاصمة الإدارية ومدى جهزيتها للانتقال بشكل كامل للعمل من الحي الحكومي إلى جانب تشغيل مختلف المرافق وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي في هذا الصدد وخلال الاكتماع تم تقديم عرض تفصيلي عن الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة كما تم التنويه إلى موقف تنفيذ المنظومات الخاصة داخل المباني الحكومية وما تم تنفيذه من برامج تدريبية للموظفين المنتقلين للعمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمرانية واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية واطلع رئيس السيسي في هذا الصدد على سير العمل في بعض المشروعات الانشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ساحة الشعب والبرلمان وصاحة المعارض فضلا عن التصميمات الهندسية الداخلية والأعمال الفنية المتنوعة لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي وما يضمه من قاعات مناسبات ودار للقرآن الكريم كما تناول الاجتماع أيضا سير العمل بعدد من المشروعات الانشائية القومية خاصة مشروعات الطرق والمحاور بما في ذلك تطوير الطريق الدولي الساحلي من مرسى مطروح إلى السلوم وتطوير طريق الطور ساند كاترين فضلا عن تطوير تقاطع طريق السويس إلى محور مع محور شنزو آبي كما تم استعراض عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات بما يصب في صالح السكان وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس السيسي اطلع أيضا على الموقف التنفيذي الحالي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت خاصة ضريح سيدنا الحسين حيث أكد رئيس على أن تشمل عملية التطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنصيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري من إحباط محاولة جلب أكثر من نصف طن مواد مخدرة عبر ميناء الإسكندرية البحري تقدر قيمتها بقرابة نصف مليار جنيه كان للنجاحات الأمنية التي سطرتها أجهزة وزارة الداخلية في تصديها لمحاولات الجلب وتهريب المواد المخدرة أثرها في وقت تلك المحاولات في مهدها وهو ما جنب البلاد من آثارها المدمرة أحد هذه النجاحات كان مصرحها ميناء الإسكندرية البحري محاولة قام بها تشكيل عصابي لجلب كميات من المواد الفعالة والمكونات الرئيسية لتصنيع مخادر الآيس وعقار الكبتاجون موسيقى تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت إخفاء هذه الكميات داخل مشمول حاوية من المواد الغذائية قادمة إلى الميناء من إحدى الدول على متن مركب موسيقى تم الدفع بمعدات وتقنيات متطورة لتحديد أماكن إخفاء المواد المخدرة وسط هذه الأطنان من المواد الغذائية لتنجح الإدارة وبالتنصيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام في الوصول إليها موسيقى كميات من المواد الفعالة والمكونات الرئيسية المستخدمة في تصنيع الآيس والكبتاجون تازن ستمائة وعشر كيلو جرام مخبأة ومعبأة آليا بأكياس داخل علب كرتونية موسيقى تقدر القيمة المالية لتلك المواد المخدرة المضبوطة بأربعمائة وثمانية وثمانين مليون جنيه تقريبا موسيقى الإدارة وبالتنصيق مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة ومدرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط سنين من عناصر التشكيل العصابي القائم على جلب تلك الشحنة من المواد المخدرة لتروجها داخل البلاد ويشكل هذا النجاح تأكيدا جديدا على يقظة الأجهزة الأمنية وفرضها رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية للبلاد وهو ما يحول دون قيام التشكيلات العصابية الدولية باستغلالها في تهريب وجلب المواد المخدرة عبدالبركات التلفزيون المصري استقبل مجلس الدولة المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021 الراغبين في الالتحاق بتلك الوظيفة ولأول مرة أعلن المجلس قبول المتقدمين من الإناس تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بدعم المرأة وإعطائها الحق في الالتحاق بتلك الوظائف خطوة قضائية جديدة لدعم ومناصرة المرأة جاءت باستقبال مجلس الدولة للمتقدمات لوظيفة مندوب مساعد بالمجلس من دفعة 2021 لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات المصرية ولأول مرة يسمح المجلس بتقديم الإناث في هذه الوظيفة تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بتعيين المرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة أول مرة يعلن عن تعيين المرأة أو سحب الإناث للملفات تعيينها وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة منذ 75 عاما وده بيصادف احتفال مجلس الدولة باليوبيلي الماسيلي وده تنفيذا لقارات المجلس الأعلى لجهات والقضائية بالرئيس السيد الرئيس الجمهورية في تاريخ 2 يونيو 2021 ويمكن في السابق أن أولى خطوات تنفيذ تلك القارات تم تعيين عدد 98 قاضية في مجلس الدولة نقلا من هيئتين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في وظيفتي نائب مساعد به سحب ملفات التعيين بدأ اليوم ويستمر حتى 9 من فبراير الجاري وفقا للشروط والجداول التي وضعها المجلس لكل جامعة والتي بدأت اليوم بجامعات القاهرة والأزهر وحلوان وذلك وسط إجراءات تنظيمية متقدمة تسهل على المتقدمين لالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا دي أول سنة فعلا يحصل فيها كده ده احنا حظنا حلو جدا يعني بس شكرا رئيس السيسي يعني انه سمحونا بحاجة زي كده انا دخلت اصلا حقوق عشان كده يعني اربع سنين دراسها عشان اوصل للليبل اللي انا فيه ده وان شاء الله يعني اتمها على خير بنظب الكرار ان البنات تقدم في مجلس الدولة فده كرار حلو جدا لان ابتدت المرأة تاخد حقوقها في المجتمع بشكل مسواحل وجدا وفي مناصب علية فده هيكون شرف كبير قوي ان الواحد وفق ان هو يكون في مجلس الدولة مجلس الدولة طبعا مشهور بان هو منظومة عريقة ومنظومة شريفة ونفس الواحد يبقى نفس البوادي من اول ما بتدخل حقوق او محامي كبير او واكيل نيابة بيتقدم في كل حاجة وربنا بيكرم شايفوا الصراحة ان هو انتصار يعني للمرأة وانه هينفع في حاجات كتير قدام بقى تشجعها يعني ان يتشتغل وتبقى احسن وتتقدم في حياتها استعدادات كثيرة اتخذها المجلس بعد الاعلان عن قبول اوراق المتقدمين التي ستستمر بقبول ملفات التقديم من التاسع عشر من فبراير الجاري حتى الثالث من مارس المقبل ومن ثم تحديد المقابلات الشخصية ثم الاعلان عن المقبولين محمود جميل التلفزيون المصري تلقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المناخ فرانز تيميرمانز وصرح المتحدث باسم الخارجية ان شكري قد اعرب خلال هذا الاتصال عن التقدير للتعاون الممتد الذي يجمع مصر بالاتحاد الاوروبي في جميع المجالات والتطلع لمواصلة هذا التعاون على مختلف المستويات كما اوضح شكري ان مصر تعتزم البناء على ما تحقق خلال الدورة الاخيرة للمؤتمر في جلاسجو وما خلفته من زخم لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ خاصة ما يتعلق بالحد من الاثار السلبية لتغير المناخ والتكيف معه وتوفير تمويل المناخ اختتمت مصر رئاستها لللجنة الامم المتحدة لبناء السلام في دورتها الخامسة عشر والتي امتدت لعام كامل حيث شهدت الجلسة الرسمية لللجنة التي ترأسها السفير اسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة بنيويورك شهدت اعتمد التقرير السنوي للانشطة واعمال اللجنة تحت رئاسة مصر بالتوافق وشهدت الجلسة اشاداتا وتقديرا دوليين كبيرين بنجاح الرئاسة المصرية لللجنة وبناء السلام في تنفيذ الاجندة الطموحة التي عززت من دور اللجنة في تلبية احتياجات الدول والمناطق الخارجية من النزاعات وذلك اعلى الرغم من القيود التي فرضتها جائحات كرونا كما اثنت الدول الاعضاء على حكمة وحرفية الرئاسة المصرية لللجنة في ادارة دفة اعمالها وحرصها الدائم على مدى الجسور وبناء التوافق مما ساهم في اصدار اللجنة لستة وستين مخرجا في عام عشرين واحد وعشرين وهو الاكثر مقارنة بالسنوات الماضية استضافت وزارة الخارجية اجتماعا مصريا اوروبيا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائية في مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا وذلك في اطار متابعة التوجيهات الرئاسية بشأن تصنيع لقاح كورونا محليا والعمل على توفير الاحتياجات الوطنية من اللقاح بالاضافة الى امكانية التصدير للخارج تعد زيارة وفد الخبراء الفنيين التابعين لمنظمة الصحة الاوروبية للقاهرة بمثابة الزيارة الاستكشافية الاولى لمصر وتهدف الزيارة ايضا الى التعرف على الامكانات والقدرات الانتاجية الوطنية المتوفرة كما تهدف الى التعرف على الخبرات والامكانات المصرية المتاحة وسبول البحث والتطوير وبحث صياغة افضل الاطر للتعاون في مجال انتاج اللقاحات في مصر لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير الى الدول الافريقية والى العراق حيث نفت قيادة عمليات بغداد تعرض مطار بغداد الدولي لقصف صاروخي وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم ان الانباء المتداولة عن تعرض مطار بغداد لهجوم صاروخي عارية عن الصحة داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات واعتمادها من المصادر الرسمية ميدانيا اعلنت خلية الاعلام الامنية العراقية مقتل خمسة ارهابيين من تنظيم داعش الارهابي في ضربة جوية بمحافظة نينوى شمالي البلاد وذكرت الخلية ان عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات قد تابعت مجموعة ارهابية داخل احد الكهوف في محافظة نينوى موضحة انه بتخطيط واشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت قيادة القوة الجوية ضربات جوية بواسطة طائرات اف 16 استهدفت خلالها هذا الكهف وبصورة دقيقة اصفرت عن مقتل خمسة ارهابيين من عناصر عصابات داعش الارهابية وبالتزام اعلنت القوات الامنية مقتل اربعة ارهابيين من داعش بقصف لطيران الجيش بناء اعلى المعلومات الاستخباراتية في محافظات صلاح الدين وافد مصدر امني ان طيران الجيش تمكن من قتل اربعة ارهابيين خلال عملية استهدفت عددا من اوكار التنظيم الارهابي في المحافظة الشمالية الى اليمن حيث اعلن الجيش استعادة مواقع كانت تقع تحت سيطرة قوات الحوثي بعد معارك في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية ان القوات الجيش قد تمكنت باسناد من المقاومة الشعبية من تحرير عدة مواقع مضيفة ان العملية قد اصفرت عن مقتل واصابة العشرات من قوات الحوثي وتدمير ثلاثة آليات قتالية واستعادة اسلحة متنوعة كانت بحوزتهم شمال غربي محافظة مأرب اكد الرئيس اللبناني ميشيل عون ان ما يحدث في الملف المالي يهدف الى تحميل المدعين اعباء اخطاء الاخرين مؤكدا رفضه لهذا الامر والعمل بجهد لمنع حصوله معتبرا ان كل الوعود التي تعمم في هذا المجال غير صحيحة جاء ذلك خلال استقباله في قصر بعبدة لوفد من مكتب مجلس الكاتب العدل واوضح عون ان من اوصال الحل الى ما هو عليه الان لا يمكن ان يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الامور واجاد الحلول بعد الاخطاء التي ارتكبها ترأس الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانية لاجتماع الدوري للمجلس الاعلى المشترك للترتيبات الامنية بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور نقش هذا الاجتماع سير تنفيذ بند الترتيبات الامنية مسار دارفور الذي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام بجانب الوقوف على تطورات الاوضاع الامنية باقليم دارفور وسير تشكيل القوة المشتركة ذات المهام الخاصة بتحقيق الامن والسلام في الاقليم بدأت الحكومة الفرنسية في رفع بعض القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا تشمل قرارات الحكومة الفرنسية عدم الزامية ارتداء الكمامات في الاماكن العامة والتخلي عن التدابير المفروضة في الاماكن المفتوحة للجمهور لسيما في الملاعب والمؤسسات الثقافية كما لم يعد العمل عن بعد مفروضا ولكن يوصى به فقط ومن المقرر إعادة فتح النواد الليلية التي أغلقت أبوابها منذ العشر من ديسمبر الماضي في السادس عشر من فبراير الجاري وسيتم السماح مرة أخرى بالحفلات الموسيقية بشرت شركة فايزر الأمريكية إجراءات التقدم بطلب رسمي لدى السلطات الصحية الأمريكية للترخيص الطارئ لاستخدام لقاحها المضاد لكورونا لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات وقال المدير العام لفايزر ألبرت بولر أن طلب الترخيص الذي تم التقدم به هو لجرعتين بثلاثة مايكرو جرام ما من شأنه أن يمنح الأهالي فرصة التلقيح ضد كورونا لأطفالهم بانتظار ترخيص محتمل لجرعة ثالثة ويشار إلى أن الجرعة التي تحتوي على العشر مايكرو جرام تسببت بظهور أعراض حمى لدى الأطفال من عمر سنتين إلى أقل من 5 سنوات أكثر من المجموعات الأكبر سنا وهو ما دفع الشركة إلى اختيار جرعة أقل السادسة تتواصل معكم على شاشة التليفزيون النصري وتتابعون فيها البانتاجون يعلن إرسال قوات أمريكية إلى شرق أوروبا ويؤكد سعي واشنطن للتوصل لحل دبلوماسي بشأن أوكرين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البانتاجون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر نشر مزيد من القوات في شرق أوروبا تحديدا في ألمانيا وبولندا ورومانيا وخلال مؤتمر صحفيين أعلن المتحدث باسم البانتاجون جون كيربي أن نشر القوات لن يتم بالتنصيق مع حلفاء الولايات المتحدة مشيرا إلى اتخاذ واشنطن كل التدابير لحماية قواتها وحلفائها وفي الوقت ذاته دعا كيربي روسيا إلى تخفيف التصعيد بشأن أوكرينيا مشيرا إلى أنه لديها القدرة على الهجوم على أوكرينيا غير أن كيربي أشار كذلك إلى أن هناك مسارا ديبلوماسيا لحل الأزمة مع روسيا بشأن أوكرينيا أعلن المتحدث باسم رئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن كريملين يشعر بالقلق من سلوك واشنطن الذي لا يمكن التنبؤ به في مجال العقوبات وذلك في أعقاب تواتر أنباء حول فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا ومن جانبه دعا رئيس الأوكراني فلادمير زلانسكي روسيا لخفض التصعيد وتغليب الحوار مؤكدا أن بلاده لا تريد الحرب بل تسعى للسلام نذر حرب عالمية مرتقبة أم مجرد معركة سياسية من طراز النفس الطويل سيناريوهات عدة جعلت العالم يتأهب لما ستسفر عنه التوترات بين موسكو والغرب على خلفية أزمة أوكرانيا فبينما تواصل واشنطن تحذير موسكو من الإقدام على التدخل في أوكرانيا مشددة على أن تلك الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة اتهمت موسكو الولايات المتحدة بتجاهل مخاوفها الأمنية بل واستخدام أوكرانيا كآدات لجر موسكو إلى نزاع مسلح الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو حصار روسيا وأوكرانيا هي أداتها لجرنا إلى نزاع مسلح وفرض أقصى العقوبات علينا اتهامات مباشرة أعقبها رئيس الروسي بالتحدث باستفادة عن مخاوف بلاده الأمنية مشيرا إلى أنه في حال انضمت أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي فقد تسعى لأن تستعيد بالقوة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا قبل ثماني سنوات كما استعرض بوتين المطالب الرئيسية لبلاده لحل تلك الأزمة وأبرزها وقف سياسة توسع حلف شمال الأطلسي والتعهد بعدم نشر أسلحة هجومية قرب الحدود الروسية تصريحات علنية ومكاشفة هي الأولى لبوتين منذ أسابيع بشأن هذه الأزمة لكنها لم تخلو بطبيعة الحال من الإعراب الدبلوماسي عن أمله في أن تحل الأزمة سلميا ودون خسائر للطرفين وما بين الحوار والعقوبات ألقت بريطانيا الكرة في الملعب الروسي من قلب كييف حيث أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الرئيس الروسي يحاول رسم خريطة جديدة لأوروبا من الأجدى أن تتراجع روسيا وتختار طريقة الدبلوماسية فغزو أوكرانيا سيشكل كارثة لروسيا والعالم نحن مستعدون للحوار بطبيعة الحال لكن العقوبات جاهزة أيضاً وبالتزام أكد الرئيس الأكراني فلوديمير زلينسكي أنه بحث مع جونسون خطوات ردع روسيا مشيراً إلى أن القوات الجوية البريطانية نقلت إلى بلاده آلاف الصواريخ الحديثة المضادة للدبابات كما أكد زلينسكي اتفاقه مع جونسون على خطوات مشتركة لضمان الاستقرار في منطقة البحر الأسود في انتظار ما ستأول إليه الأيام وربما الساعات القادمة أكد رئيس الوزراء الكندي جينسون ترودو ورئيس الفرنسي إيمانيوال ماكرون أن أي هجوم روسي على أوكرانيا سيكون له تكاليف باهظة وعواقب وخيمة بما في ذلك فرض العقوبات المنسقة على موسكو جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين ترودو وماكرون عربا خلاله عن مخاوفهما بشأن الوضع على الحدود الأوكرانية وأكد رئيس الوزراء الكندي أيضا على أن قوة حلف شمال الأطلسي الناتو تكمن في وحدته وشدد على أهمية استمرار تنصيق والحوار بين الحلفاء والشركاء نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء تضرر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة إثرا للاعي حريق في محيطه وأوضح المركز الأعلامي أن كافة منشآت ومباني المسجد سليمة وآمنة ولم يلحق بها أي أضرار أو خسائر على الإطلاق مشيرة إلى أن الحريق نشب في إحدى المباني المحيطة بالمسجد وتمت السيطرة عليه وقال المركز إنه فور وقوع الحادث تم إرسال فريق بالتعاون مع مفتش أثار المنطقة ومسؤول أمن الأثار إلى المسجد للتأكد من سلامته مع اتخاذ كافة الإجراءات للحماية ووسائل الحفاظ على جميع المواقع الأثرية والتاريخية أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لمليون وستمائة وخمسين ألف مواطن في ست محافظات بصعيد مصر وتشمل المينيا وأسيوت وسهاج وقنى والأقصر وأسوان وأكدت الوزارة أنه تم عقد مئتي ندوة تثقيفية ضمن أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وفي إطار الاهتمام الذي تليه القيادة السياسية بمحافظات صعيد مصر وضمن المشروعات التنموية التي تشهدها محافظات الصعيد تستمر فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين ويتضمن المعرض عددا من الفعليات والندوات الفنية والثقافية للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس بعد التحية كريم لازالت التوافد من المصريين والمقيمين في القاهرة وخارجها إلى المعرض انقل لنا الأجواء لديك نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع مشاهدي القناة الأولى بالفعل كما ذكرت هو التوافد للمصريين والمقيمين داخل القاهرة وأيضا هناك توافد من خارج المحافظات في حقيقة الأمر إلى معرض الكتاب من محافظات الإسكندرية من محافظات كفر الشيخ ومن محافظات أخرى في مصر ولكن أيضا اللافت النظر اللافت هنا هو وجود أيضا شباب وزوار من خارج مصر نظرا بالطبع لحتواء هذا المعرض في النسخة الثالثة والخمسين على دور النشر العربية ودور النشر الأجنبية بالإضافة لدور النشر المصرية ربما تحدثت أيضا مع بعض الزوار الذين جاءوا للمعرض وكان أهم ملفة انتباههم في هذه الدورة هو التنظيم وأيضا استخدام التحول الرقمي واستخدام المنصة الإلكترونية عن طريق الجوالات الافتراضية داخل المعرض وأيضا حجز التذاكر عن طريق هذه المنصة الإلكترونية كان هذا ربما أبرز ما لفت انتباه الزوار داخل المعرض ولكن هناك أيضا نقاط مختلفة هذه المرة وهي بالطبع بجانب عرض هذه الكتب سواء كانت العربية منها أو الأجنبية هناك أيضا ندوات تثقفية مجتمعية ندوات تثقفية رياضية ندوات تثقفية سياسية ندوات حتى تثقفية حول الكتب ونشري الكتب هناك أيضا عديد من صغار السن الذين شاركوا بأعمالهم داخل معرض الكتاب من وجهة نظرهم أنها فرصة كبيرة للتسويق والترويج للمنتج الخاص بهم سواء كانت كتابات سياسية كتابات اقتصادية أو حتى روايات وقصص مختلفة هناك أيضا فعاليات بجانب معرض الكتاب فعاليات موسيقية هناك فعاليات للأطفال هناك فعاليات للأطفال التي تتضمن أيضا بعض الرسومات وهناك زوجود الكتب المسموعة والمقرؤة للأطفال وأيضا الاهتمام بالأطفال هو جزء أهم في نشر الوعي وتنمية الفكر بشكل عام باستحاب الأهالي لأطفالهم وتوجيههم للكتب الأفضل والأنسب لأعمارهم المختلفة وهذا المعرض بالطبع يوجد جميع الكتب من جميع المجالات أو شتى المجالات التي تناسب جميع الأعمار وهذا في اليوم السابع بالطبع لمعرض الكتاب والذي شهد خلال الأسبوع الماضية والأسبوع الأول لمعرض الكتاب زيارات ما تقرب من نصف مليون زائر تقريبا على أرض الواقع بالإضافة بالطبع لهذه الزيارات على المنصة الإلكترونية كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا لك أعلن رئيس جامعة سهاج الدكتور مصطفى عبدالخالق عن تدشين مشروع إجراء عمليات إصابات العظام على نفقة الدولة والتأمين الصحي في داخل المستشفى وذلك لحل مشكلة توفير مستلزمات عمليات العظام من شرائح ومسامير وأوضح عبدالخالق أن الدولة تهدف إلى تحسين الخدمة الطبية وتوفير العلاج المجاني للمرضى في ظل توفير الدولة لمنظومة الشراء الموحد وهي النافذة التي تم من خلالها توفير المستلزمات العامة للعمليات الجراحية والشرائح والمسامير التي تستخدم في عمليات العظام بجودة عالية تلقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم تقريرا بشأن المصريين بالخارج المشاركين في أول تأمين تطبقه الوزارة على المصريين بالخارج وأشرت نبيلة مكرم إلى أن عدد المشتركين في التأمين خلال شهر يناير الماضي وهو الشهر الأول لتطبيق التأمين وصل إلى 42.552 وثيقة تأمينية وكانت للدول العربية النسبة الأكبر في عدد المشتركين ورصد التقرير أيضا ردود أفعال المصريين بالخارج المشتركين في التأمين حول معرفتهم به وشروطه والحالات التي يقوم بتغطيتها حيث أشادوا باهتمام الدولة بحل المشكلات التي يتعرض لها المصريون بالخارج وتلبية احتياجاتهم والآن وصلنا إلى جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة مع ميرفت المليجي أهلا بك ميرفت شكرا أميرة وريهام وأهلا بكم مشاهدين مع أخبار المال والأعمال لأخبار الاقتصاد موسيقى توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن يسهم انتهاج الزراعة الدقيقة في تحويل القطاع الزراعية إلى قطاع أكثر تقدما جاء ذلك في التحليل المعلوماتي الذي أعده مركز المعلومات حول الزراعة الدقيقة التي تركز على تقليل تكلفة الانتاج والهدر وتحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى أن مفهوم الزراعة الدقيقة لا يزال حديثا نسبيا ولم يكتمد إلا أن الحكومات تستثمر في التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي لصنع حلول زراعية أكثر ذكاء موسيقى أعلنت جائزة مصر التمييز الحكومي عن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة لعام 2022 وبدء مخاطبة الجهات الحكومية لطلق ترشحات وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيدة إن الهدف الرئيسي للجائزة السنوية يتمثل في تحفيز روح التنافس والتمييز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية موضحة أن تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة يتم بشكل معنوي ومدي مما يدعم قيم العطاء والانتماء والتمييز وكذلك يحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعيير الجودة عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر اجتماعاً عبر خاصية الفيديو كونفرنس مع وزير البيئة والطاقة اليونانية وإيأتي الاجتماع في إطار متابعة خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان بعد توقيع مذاكرة التفاهم بين الجانبين في أكتوبر الماضي وقد أكد شاكر أن اهتمام مصر بتنفيذ الربط الكهربائي يأتي في إطار التوجيهات السياسية بأن تكون مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة وأيضاً نظراً للتعاون الوثيق بين مصر واليونان مشيراً إلى أن هناك أيضاً خطوط ربط كهربائي مع كل من الأردن وليبيا وسودان بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع السعودية التي يجري تنفيذه حالياً كشفت وزارة التعاون الدولي عن اتفاقيات التمويل التنموية التي تم إبرامها خلال العام الماضي في قطاع النقل لتعزيز استدامة البنة التحتية للقطاع ودعم استراتيجية الدولة الهدفة للتواصف مشروعات النقل الذكي وكذلك تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وقد ذكر التقرير أن اتفاقيات التمويل قد بلغت قيمتها نحو مليار ومائة وأربعين مليون دولار من شركاء التنمية وهو ما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأشار التقرير السنوي لأن قطاع النقل من القطاعات الذات الأولوية في مصر حيث تعمل الدولة على تطوير قطاع النقل بما يعزز توفر وسائل النقل المتطورة لكافة المواطنين أنهت البورصة المصرية تعملت اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التواري مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط أحجام تداول مرتفعة وقد ربح رأس المال السوقي نحو ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون جنيه لغلق عند مستوى سبعمائة وواحد وخمسين مليار وتسعمائة وستة ملايين أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بالنسبة 76% ليغلق عند مستوى 11691 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 والذي ارتفع بنسبة 57% ليغلق عند مستوى 2164 نقطة وصعيد أيضا مؤشر EGX100 والذي ارتفع بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة تعقد منظمة الدول المصدرة البترولا أوبيك وحلفاؤها المستقلون أوبيك بلاس اجتماعين وزاريين عبر تقنية الفيديو كونفرنس ويناقش الاجتماعان تطورات السوق النفطية في ضوء الارتفاع الحاد في أسعار النتر خام هذا بالإضافة إلى مستجدات القيود والتحديات الحالية المتعلقة بوباء فيروس كورونا والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا هذا ومن المقرر أن يحدد الوزراء في المجموعة في ختام الاجتماع مصير الزيادة الشهرية في الإنتاج والمطبقة منذ شهر أغسطس الماضي وقدرها أربعمائة ألف برميل يوميا نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لريهام وأميرة إليكم شكرا لك ميرفوت ولا تبقى في نشط السادسة سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء رئيس السيسي يواجه باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة الصادرات المصرية تحقق أعلى رقم في تاريخها بأكثر من 45 مليار دولار العام الماضي ومدبولي يؤكد الدعم الكامل لتوطين التصنيع المحلي فرنسا تبدأ في رفع بعض القيود المفروضة لمواجهة كورونا انتهت نشرة السادسة تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة